السلام عليكم ورحمة الله حضر وفد نصارى نجران إلى المدينة المنورة للجدال والمناظرة والحوار في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام فاستهل الله عز وجل الحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام بأروع اسلوب لتأليف القلوب إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى وانتقى واختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين من أهل زمانهم واجعلهم من أوليائه وأصفيائه وأحبابه وأفضل أهل زمانهم اصطفى آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له وأسكنه جنته وأعطاه من العلم والحلم والفضل واصطفى نوحا واجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان بين آدم ونوح عشرة كرون كلهم على الإسلام ثم وقع الشرك في بني آدم في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا وأقام فيهم يدعوهم إلى توحيد الله ألف سنة إلا خمسين عام فما زادهم ذلك إلا استكبارا ونفورا فدع عليهم فأغرق الله أهل الأرض بدعوته ونجاه ومن معه في الفلك المشحون وبذلك يكون نوح عليه السلام هو آدم الأصغر والأب الثاني للبشرية وجميع من على الأرض من ذريات نوح عليه السلام قال الله تعالى واجعلنا ذريته هم الباقين واصطفى آل إبراهيم وآل إبراهيم هم إبراهيم وذريته من الأنبياء والمرسلين ولا تكفين السنين للحديث عن إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام بذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان ودعا ربه ليلة ونهارا سر وعلانية وجعل الله من ذريته الأنبياء والمرسلين واصطفى آل عمران وعمران هو والد مريم بنت عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام ولكن أليس آل عمران من آل إبراهيم بلى هم من آل إبراهيم فلماذا ذكروا مرة أخرى خصوا بالذكر من باب ذكر الخاص بعد العام تشريفا وتكريما لهم عيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل آتاه الله البينات وأيده بروح القدس ذاك هو عيسى عليه الصلاة والسلام الذي نؤمن به ونحبه ونعظمه جزاكم الله خيرا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين من أولوهي لإبراهيم وطمئه ولوهي لإبراهيم وطمئه لإبراهيم وطمئه اشتركوا في القناة